اشتركوا في القناة سينبا التنزاني خسر فبالتالي شكل المنافسة وشكل المجموعات طبعا لسه بدري عندك لسه خمس جولات تانية لكن في النهاية ده يؤكد لك ان البطولة هتكون فيها مستوى المنافسة قوي جدا وعالي جدا عندنا في مجموعاتنا طبعا الاهلي وشباب لزاد هم الفرقتين اللي كسبوا اول مواجهة لهم وبالتالي المنافسة الى حد كبير توقعاتي يعني هتكون بين الاهلي وشباب لزاد كل مجموع طبعا بيطلع منها فرقتين خليني اخد حضراتكم لاخبار الاهلي طبعا احنا تابعنا اخبار التمرينة والاستعداد لمباراة سموحة لكن انا حابب اقف مع الكلام كتير اللي اتقال على بيرسيتاو طبعا بكرة مشكلة الاهلي في غياب انتوني مودست للاصابة نتمنى انه يرجع بسرعة لانه الحقيقة احنا برضو يعني اولا شخصيا كان في حساباتي واكيد طبعا حسابات مستر مارسل كولر فكرة انه نتجاهز مودست وخصويا انه كل الاخبار اللي كانت جايانا في فترة التأقف انه الراجل شغال على نفسه بشكل كويس جدا وازنه نزل بشكل واضح اشتغل مع مجموعة من المتخصصين اللي هو كان شغال معهم لما كان بيلعب في اوروبا وبالتالي عنده رغبة انه يرجع بسرعة مع الاعتبار او اخذ في الاعتبار انه يعني في دفعة معنوية جون في التاني ابتدى ييجي ابتدى نحس انه ليه له مسات مهاجم حقيقي مميز وبالتالي كان نفسنا ياخد المطشاط دي عشان يبقى جاهز لمنافسات كاس العالم كهرباء هيغيب دي اخر مباراة لي عقوبة الايقاف لمدة ست مطشاط مطش اسموحة بكرة والمباراة السادسة وبعد كده يرجع مرة تانية صلاح اعتقد انه ممكن بكرة جدا يبدأ اساسي صلاح محصن وخصوصا انه الجون اللي جابه في مطش مديامة يعني انفتح نفسه ونتمنى انه صلاح يعبر عن امكانياته بقى في الفرص اللي هتتاح لي المسم ده زعلوك انا شخصيا براهن عليه بشكل كبير جدا واتمنى انه حتى لو في كل مباراة ياخد عشر دقائق ربع ساعة ممكن جدا الولد ده مبشر جدا 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 وكورته حلوة مهاجم صندوق تتمنى او تحب ان تشوف الكواليتي دي موجودة في نادي الاهلي ينقصه طبعا الخبرات بس مش هتيجي الا دايما بالمشارك فاتمنى انه حتى محليا ممكن تحتاجه افريقيا بعد كده لكن محليا اتمنى انه زعلوك بالذات في المطشاط اللي الاهلي ممكن يحسمها بدري بدري ياخد مساحة مشاركة ايه قصة برسيتاو برسيتاو ما شاركش في تمرينت مبارح وكلام تقريبا نهارده في سوشال ميديا كلها وفي معظم يعني الوسائل علام المسموعة والمرئية كلام على خلاف دب بين برسيتاو او خناءة يعني فيه ناس وصفتها بالخناءة تمت بين برسيتاو وبين مارسل كولر موضوع ابسط من كده بمرحل وبرسيتاو من اللعيبة اللي بيثق فيها جدا مارسل كولر والثقة دي بتترجم في مشاركته اساسي في الموسم ده وفي الموسم الاخير وتقلق برسيتاو خلينا نبقى واضحين ونحطها كده ونجيبها من الاخر تقلق برسيتاو وظهوره بمستوى الحقيقي ما ظهرش غير مع مارسل كولر يعني قولا واحد برسيتاو في اول مواسم ليه مكانش مقنع بالدرجة الكافية بالنسبة لجماهير نادي الاهلي وخلينا اقول كمان وفيه اصوات كتيرة جدا كان بطالب برحيل برسيتاو لكن السيزن اللي فات برسيتاو كان واحد من اكتر اللعيبة النادي الاهلي تميزا وواحد من اهم اثبات تتويج الاهلي ببطول الدوري ابطال افريقيا كان برسيتاو كان واحد من اللعيبة المميزة جدا بالارقام وبالمستوى بالاداء بالتالي نجاح برسيتاو مع كولر بيأكد على ثقة السويسري فيه طيب ايه قصة؟ قصة ان الرجل تعرض لكادمة في رجله وبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو يريحه ومفترض النهاردة انه هيخضع لكشف طبي وبالتأكيد انا راهاني مش على مطش بكر انا راهاني على مباراة السبت اللي جاي في تنزانيا قدام يونج افريكنز بالتأكيد توقعاتي دي مش معلومة توقعاتي انه الرجل مش هيغامر برسيتاو بكرة حتى لو الكشف الطبي اكد على سلامته واعتقد انه مش هيجذب به في مباراة شموحة بكرة وبالتالي كان فؤاد قدم مباراة هيلة هيلة الحقيقة قدامي ديما واعتقد انه هو اللي هيقود الهجوم الاهلي في الجبهة اليومنا بكرة مع صلاح محسن وتوقعاتي انه الشحات اتمنى كمان الحقيقة ان المطشات دي مطشات الدوري قد بلك انت عندك مطشين في الدوري ومن بعدهم او معاهم في نفس الوقت بالتزامن مطشين دور المجموعات في دوري الابطال بعدها عندك بطولة كاس عالم بعدها عندك بطولة كاس النغبة اللي هتتلعب ان شاء الله في الامارات الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا وبتالي عندك مجموعة سفريات كتير جدا اربع سفريات في الشهر اللي جاي ده في التلاتين يوم من النهار ده عندك اربع رحلات للخارج منهم مشاركات على مستويات عالية جدا سواء كنت بتتكلم ان شاء الله لو ربنا اكرمنا في بطولة كاس العالم وقدرنا نروح الابعيد هيبقى عندك تلات مطشوط على مستوى عالي جدا من القوة والتنافس وعندك مباراتين شباب لوزداد ووينج افريكانز مباراتين في ملتال قوة فالفترة اللي جاية محتاجة كل اوراق الفريق المميز منها والغير مميز القريب منها والبعيد عشان كده بتمنى انه مستر كولر يدي فرصة او مساحة مشاركة للأسماء اللي كانت غايبة عشان تكون جاهزة ومنهم الحقيقة عبدالقادر اللي بشوفه واحدة من الأوراق اللي ممكن تكون مفيدة جدا وفعالة جدا في مطشوط كاس العالم اتمنى شوف عبدالقادر في مبارات بكرة مع اسموح طيب دي قصة بيرسيتا بعد المباراة في وفدم الاهلي طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن سامير عدلي هيغدروا مباشرة لتنزانيا عشان يبتدوا يحضروا لمطش السبت ان شاء الله هيختاروا بقى الملعب خاصة بتدريبات الاهلي فندق الاقامة كل ما يتعلق بسفرية الاهلي لمواجهة يانج أفريكنز هتكون طبعا على قائمة أولوياتهم البعثة اللي طبعا هيترقصها محمد الضماطي عضو مجلس الدارة النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم مبارح كل التوفيق للأهلي في مواجهة يانج أفريكنز الجريح يزيد من صعوبة المباراة مش بس انها في تنزانيا على أرضه وملعبه وسط جمهوره يزيد كمان خسارته القصية اللي اتعرض ليها في الجولة الأولى وبالتالي ما عندوش بديل تاني هي مباراة حياة أو موت بالنسبة لي ومواجهة لها اليوم السبت حياة أو موت لأن خسارته تبعيده بشكل كبير جدا عن المشهد لأنه خسر من شباب له الزاد بنتيجة الثلاثة سفر